مرحبا بكم في قناة تحفة يوب اخبار اليوم الجزائر تصدم اسبانيا بخرجة تاريخية وغير متوقعة تصنع الحدد في الصحافة العالمية وهكذا ردت اسبانيا بسرعة وهذا ما سيهلط بالتفصيل وهل تفعل الجزائر ما يتخوف منه الجميع بداية اتار قرار الجزائر جذلا وسعا في الصحافة العالمية بقررها تعليق معاهدة صداقة وحسن الجوار التي ظلت سريا منذ 2002 الى يوم امس قبل ان تتوقف فجأة من طرف الجزائر وتصدم بها اسبانيا اما الخطوة التي في مخيلة الجميع الان هي هل ستفجئون الجزائر وتقطع الغاز على اسبانيا في اي لحظة حيث جاء في تصريح لرئاس الجمهورية انه بشرات سلطة الاسبانية حمل لتبرر الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية وتنفى مع التزامتها القانونية والاخلاقية والسياسية معتبرة ان اسبانيا هي سبب المشاكل ومن تعامل مع الجزائر بخفض والجزائر فقد استقى تماما في اسبانيا لهذا على اسبانيا تحمل مسؤوليتها وارتدادت قرارتها السابقة حيث وصفت الجزائر اسبانيا باشر العبارات القاسية ولم تعود محل تقى ولا حلف لنا واكد محلل وحتى صعف عالمية ان اسبانيا لم تكن تتوقع كل هذه الردد من الجزائر اذ كانت اسبانيا تظن ان الجزائر ستحتاج على قرارها حول القضية الصحراوية ثم تسكت وتعود الامور لمجاريها لكن حدث العكس وفقلت المصادر التي قالت ان اسبانيا في ورطة خاصة وانها لم تحدر نفسها لهذه العقوبات من شبه قطع للعلاقات وإلغاء العديد من الاتفاقيات وكذا مشاريع ضخمة أهمها تحويل مشروع جزائر إيطاليا الذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا بالغاز بعد أن كان لإسبانيا وعلى وشك الانتهاء إلى زياد تخوف الإسباني من الجزائر من القوات الجزائرية وغواصتها المنتشرة لكن الأصعب على إسبانيا من كل هذا هو تخوفهم الكبير من قيم الجزائر على قطع الغاز عليهم خاصة في الأزمة إسبانيا مع غاز الروس وهو موقف لا تحسد عليه لهذا سرعت إسبانيا لتوضحه محاولة ترقية لكي لا تقدم الجزائر على خطوات أخرى تضر بإسبانيا واقتصادها بالنظر ريجون الغاز يشغل مصانع إسبانيا وإن تم قطعه تتوقف شركة عن العمل فالجزائر في موضع قوة خاصة بعد أزمة روسيا التي حسرت أوروبا في مياخ صلاث وأزمة صاقة حدة تعصف بهم هذا وقالت إسبانيا أنها تأصف لقرر الجزائر القاضي بتعليق معاهدة تعاون بين البلدين وأوضح تات المصادر أن الحكومة الإسبانية الآن تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق هذه المعاهدة الهمة وبالرغم من كل هذا فإنها تتقف أن الجزائر لن تسلمهم أكثر ولن توقف إمدادات الغزل الجزائر إليهم وتتمنى إسبانيا أن لا تسؤل علاقة أكثر على مع الجزائر ليتم مدركة هذه الوردة وإصلاح ما يمكن إصلاحها ومستعدة للحوار مع الجزائر في أي وقت فهي لا تريد أن تخسر الجزائر بهذه السرعة الكبيرة مع العلم أن إسبانيا فعليا خسرت الجزائر خاصة وأن الجزائر توجهت لحلفاء جدد وتجهلت إسبانيا كليا وأهم حلفائها الحالي الآن هم تركيا وإيطاليا والصين فما رأيكم في هذه الخطوات المفاجئة من الجزائر رد إسبانيا؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم ما هو سر وصف العديد من الدول الجزائر بالشارك الموثوق بينها أمريكا وروسيا وإيطاليا وغيرهم الكثير فماذا يحدث واتقال الجزائر دوليا الآن؟ البداية أولا مع تحدث العديد من المحللين عن أهمية الجزائر واتقالها دوليا في هذا التوقيت الحساس وبالتركيز في مقالته العديد من الدول والأطراف المتخاصمة عن الجزائر وكيف وصفوها كلهم بوصف واحد يلخص كل شيء وأكد خبراء أن الجزائر مرالبة بحسن التعامل مع هذه الفرصة لصالحها واستخدامها خاصة مع محاولة تقرب الغير مسبوقة من عدة دول إليها فوصف الجزائر مثلا من عدة دول بالشارك الموثوق من طرف أمريكا وذلك على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين وبحثه عن التنسيق والعمل والاستثمار في الجزائر ثم رئيس وزراء إيطاليا الذي وصف الجزائر بالشارك الموثوق وضعفت الجزائر كمية الغاز التي تبيعها لهم ثم العديد من المسؤولين الروس الذين وصفوا أيضا الجزائر بشارك الموثوق وعلى رأسهم وزير الخارجية لفرو وكذر رئيس بوتين في مكالمته الأخيرة لرئيس المون التي أبان فيها عن تقته الكاملة في الجزائر وأن قرارتها سيادية والشكرة فيها الجزائر على مواقفها المشرفة تضيف الصحف الروسية أن التقة التي يوليها بوتين في الجزائر هي نفسها التي توليها العديد من الدول لها حتى الأطراف المتنزعة بينهم وفي محلها للروس خاصة إذا نظرنا إلى كيفية تعامل الجزائر مع الأزمة في حين ذكر أيضا الموقع فضايكلوب الروسي أن بوتين وكل مسؤول هناك يرون في الجزائر الشارك الموتوق بل ويهدفون لمضاعفة العمل على تقوية العلاقات والتبادلات تجارية على كل الأصعادة وصفة الحفاظ على الجزائر بالأمر المهم أما المكالمة الهاتفية الأخيرة من بوتين لتبون لها دلالة عدة حسب دات المصادر خاصة في هذا التوقيت بالذات هناك أيضا إسبانيا التي رغم قيم الجزائر بالتباعد عنها ورفض بيعها كميات إضافية من الغاز الجزائري بسبب توطر العلاقات على إطر موقف مفاجئة من إسبانيا اتجاه القضية الصحراوية مؤخرا وبالرغم من رفض الجزائر إلى غير الآن الحوار مع إسبانيا وإبداء الغذب وحتى رفع سعر الغاز الجزائري على إسبانيا إلا أن إسبانيا متمسكة بالجزائر وخرج رئيس الحكومة سانشيس وصفا الجزائر بشارك الموتوق هناك أيضا مسؤولون ألمان دخلوا الخط لتقرر من الجزائر ليتأكد ازدياد أهمية الجزائر خاصة في الأزمة الحاصلة واتقلوها وموقعها الاستراتيجي بجانب توفرها على أهم شيئين وهما الغاز والنفط جعل الجميع يتهتف عليها ويحاول تقرب أكثر والجيد هو تعامل الجزائر بحكم وحيد مع الجميع مع مضاعفة مصالحها والاستفادة من الوضع قدر الإمكان دون الإدرار بأي طرف كان هذا ومن جهة أخرى أخبار ليوم مفاجأة في الرد تفعل إسبانيا على غواصة الجزائر الروسية فماذا حدث بالتفصيل؟ ماذا ستسلم للجزائر مجددا؟ بداية إسبانيا التي لا توجد العلاقات بينها وبين الجزائر على ما يرم بسبب القضية الصحراوية وكذلك نسعد الجزائر للأفضلية التي كانت تضعها لإسبانيا بخصوص الغاز وتهديد الجزائر لها بقطع الغاز عنها لو غيرت وجهة الغاز الذي تشتره من الجزائر يبدو أن الأمور تخطط حجز الغاز وتوتر العلاقات التي تورد إسبانيا بدورها ترقيعها وإنقاذ حدث الغدب الجزائري لتكشف صحف عالمية مخاوف جديدة لإسبانيا تجاه الجزائر حيث نشرت عدة مصادر بينها لرسل تقريرا مفصلا حول تخوف إسبانيا من القوات البحرية الجزائرية وقوتها في حول البحر الأبير المتوسط حيث تحدثت تقرير فيها عن قدرة الجزائر العسكرية البحرية وأبان فيه تخوفا ملحوظا من البحرية الجزائرية التي حسبه أصبحت الأقوى في منطقة البحر الأبير المتوسط خاصة بالحديث عن أصولها الضخم من الغواصة الضخمة المنتشرة في هذه المياه الإقليمية الشاسعة وأبرزت تقرير أن الجزائر اقتربت كثيرا من روسيا عسكريا مما سمح لها بالحصول على غواصة الضخمة قادرة على إطلاق الصواريخ وصواريخ كالير القادرة على الوصول إلى مدريد من البحر الأبير المتوسط إلى جانب إسكندر وطائرات العجي الخامس وأن الجزائر تمتلك ستاوسط أربع منها طائرات 636 روسية صونة وإثنين أخرتين من المرتقب أن يصل قريبا هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم إسبانيا تتخوف من الاقتراب من محاسبة الجزائر وسط راجع وتسهل فيزا في مفاجأة غير مسوقعة وكيف رفض الطلب معاقبة الجزائر والإعتراض على ردعهم وهذا ما حالت بتفصيل وعلاقة ذلك بالغاز والروس بداية إسبانيا ترفض طلب حزب إسبانيا لمعاقبة الجزائر للحفاظ حسبه معك إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق شكرا